يكون ليست بنفس القوة مع الأندية المحلية هنا في مصر عشان خلاص انت داخل على أربع أيام على مباراة تاون شبل لكن في نفس الوقت محتاج فريق يكون في المتناول عشان تطبق الفكر اللي انت عايزه فيه مباراة أفريقيا وفي نفس الوقت تطبق التشكيلة الأساسية اللي انت هتبدأ بيها المباراة الأفريقية ومهم جدا في هذه الفترة ان يكون كل اللعيبة في حالة بدنية وفنية متميزة وفي نفس الوقت يكون الفريق كامل الصفوف يعني ما فيش وقت ان اللعيب يتعرض لإصابة ويبتعد عن صفوف الفريق في ظل ان الوقت هيكون دايق جدا على مباراة تاون شبل طيب نرجع تاني إلى كرواتيا مع مرسلنا أمير هشام أمير أولا برحب بيك وطمنا عليك وعلى البيعسة بشكل عام بعد مباراة الودية بالأمس أمام أولومبيا السلوفيني برحب بيك يا محمد تحادي بيك وتحادي كل مشاهدي متابعك الله في الأهل في كل مكان يعني زجاة كل شيء ماشي بنصدرها بشكل جيد جدا ومشاهد شكل منتاز بالنسبة لمعصر الفريق هنا في كرواتيا وخصوصا بعد المباراة الودية بالأمس أمام فريق أولنبيا السلوفيني والانتهت بالتعادل الإيجابي واحد واحد وكان أحرض عدد النادي الأهلي وليد سليمان كانت مباراة مفيدة جدا جدا من الناحية الفنية بالنسبة للجهاز الفني وبالنسبة للعادين خصوصا فريق أولنبيا السلوفيني ده بيستعيد فهو الأخر لكل دور الأبطال الأوروبا والأطوال التمجدية في عزيل تكولة فبالنسبة لله أجل كانت تحكاك قوي فكانت مباراة قوية استفاد منها في العزيل وإحنا بالتحديد نتكلم عن دادي الأهلي بإستفاد أكبر استفادة من هذه المباراة خلينا أقول لك طبعا المباراة شارك فيها بعض الدوليين يعني الجهاز الفني فضل بعد ما كان فيه تفكير أن بعض الدوليين ما يشاركوش أو الدوليين بشكل كامل ما يشاركوش في هذه المباراة لكن فضل إشراك البعض المكان بيشترك فيها المباراة الرسمية نصدر منتخب مقشوش عشان يطمن على حالتهم ويطمن على جهازيتهم البدنية والثمية للمرحلة اللي هم المنطلة يعني يمبرح مثلا شارك سعد سمير في داية المباراة أيضا أيضا أشرف شارك محمد الشيناوي أيضا شارك في المباراة أحمد فاتح بس المساركسي كان بيعمل بعض التدريبات التأهدية وأن أحمد فاتح عنده إجهات شوية من المشاركة مع منتخب مصر في الثلاث مباراة بسكاتنا عام بشكل كامل فبتالي الأمور ماشي بشكل جيد جدا المعارضة المران بالنسبة للصريق يعني يبتد من منزة حوالي عشر دقائق أو ربع ساعة بالتدير المران مسائدة وعلى فترة وحيدة بالنسبة للنادي الأهل المعارضة عشان يواصل لتأهدرياته إن شاء الله من خلال هذا المعصر اللي ناجح بشكل كبير جدا يا محمد بالنسبة للجهاز الفني اللعبين وبيحقق أهدفهم من هذا المعصر بشكل كبير جدا طيب أمير معدل التغيرات في المباراة يعني مش هفنا معدل تغيرات которых قليل جدا الجهاز الفني كان عايز أستفيد بايه في هذه المباراة والتغيرات اللي كانت قليلة هل اتكلمت مع الجهاز الفني اتكلمت مع كارتيرون في تفكيره في هذه المباراة وبدأته بالتوليين وأيضا كمان في تغيراته القليلة ما كانش معدل تغيرات كتير وهو كمان سايب عدد آخر من اللعبين يشارك في المباراة والدية التانية بالضبط هو يعني فكر الجهاز الفني أن احنا خلاص يا محمد زي ما تعرف العدل تنزولي المباراة تاونشيب خلاص يعني قرب المباراة قربوا التغيرات كتير جدا فبالتالي الجهاز الفني كان بيحاول أنه هو يثبت على عدد من اللعبين اللي يكون هو متقر عليهم في ذهن الجهاز الفني هم يصدوا أساتي في مباراة تاونشيب فبالتالي تغيرات ما كانش كتير عشان يقدر الجهاز الفني يستقر على مجموعة معينة من اللعبين والتانياتهم يتقن على التشكيل بالنزال والأنسب البدء بهذه المباراة سواء من ناحية الفنية أو من ناحية البدانية عشان كده مباراة ما كانش في تغيرات كتير بالنسبة لتريق النادي الأهل في المباراة لكن ده شيء كان مهم وضروري من وجهة نظر الجهاز الفني عشان يقدر يستقر بشكل كدير على النواحي البدانية والنواحي الثانية الخاصة بالتشكيل النادي الأهل الأساسي وخلينا أقولك أن النسبة كبيرة أو نسبة كبيرة من أشاركم برح وما دول اللي حيكونوا متواجدين بتشكيل الأساسي خاص بالندي الأهل المباراة بنسبة كم مثلا يا أمير بمنك أنت متابع مع الفريق ومتواجد معهم بنسبة كبيرة ولا في لعبة ممكن يتغيروا في المباراة الثانية الوديل أنه كمان في مباراة تختم بها المعسكر وفي مباراة تانية ببرج العرب يعني بالنسبة 70 سنة ممكن الجهاز الفني استقرر على التشكيل اللي ممكن يتجد بي المرحلة تانية مباراة سريع تاون لكن لسه زي ما حتى تقول في مباراة أخرى إن شاء الله يوم الاتنين هنا في المعسكر ومباراة أخرى يوم 12 في معسكر النادي في الإسكندرية وفي مرب العرب بالتحديد وأول يوم للمعسكر بالنسبة لسريع حيكون مباراة وطيئة بالنسبة للنادي الأهلي سعيدة من خلالها أكثر ممكن الظروف تتغير ممكن سكر الجهاز الثاني يتغير وده مترفق على الفدرات الفنية وإثبات لعبة النادي الأهلي لفدراتهم خلال المعسكرات المختلفة في المرحلة دي فبالتالي كل شيء لسه وارد ولسه الخيارات كلها مصطوحة بالنسبة الجهاز الثانية لكن في بعض الأسماع اللي أكيد مستقرة عليهم وكافة محمد بيسيب أن هم إن شاء الله يكونوا تحديدين في تشكيل الأساسية هذه المباراة المهمة المهمة جدا أكيد أمام طريق فاونتشد وهي مش مباراة واحدة هم مبارايتين مطرين جدا زي ما إحنا عايزين يا محمد بالنسبة للنادي الأهلي في كل دورة أفضل طيب أمير المباراة الثانية يمكن حسب معرفة النهاردة أن الكابتن سامير عدلي كاللي زيارة بيحاول يشوف المباراة التانية هتكون في نفس المكان ولا يبقى في مكان آخر عشان الفريق يستعد جايدا ويسافر كمان مبكرا لخد هذه المباراة في نفس المكان اللي خدت بيه المباراة الأولى ولا المكان هيتغير وتوقيت المباراة كمان يوم الاتين الساعة كام طيب خلينا أقول لك أن مكان المباراة غير مكان مباراة أولى مكان مباراة أولى يمكن كان بعيد شوية صفرات في وقت في الزهاب وفي العودة فبالتالي الجهاز الثاني يفضل أن المباراة الثانية تكون قريبة يعني أكثر فأكدير ومسافة تكون 45 بيئة بكتير تجنب الإجهاد اللي عادي فبالتالي كان كابتن سامير عدلي مدير الإجارة بيقوم بالمناسبة يعني مجردات كبيرة جدا 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 في هذا المعصر ويمكن أنجل وساكل كبير إقامة هذا المعصر يعني عمل مدود كبير في الزيب الزقية فهو بالتالي النهاردة يعني راح نشوف مكان الملعب اللي هلعب به في النادي الأهل المباراة الثانية ويبلغ الجهاز الثاني بالمدة الزمنية بتاعت التحرق من مقر إقامة النادي الأهل في كرواتيا لمكان الملعب اللي هتصمع لها هذه المباراة الأخرى فلسه تبقى ساعة لما نرجعش حد الآن بلسه نشاهدين الحبور هتتفكر على إيه اللي هي لكن كلينا أقول لك أن المباراة كانت مقرر لها الساعة 6 مساء وده كان في حالة أن النادي الأهلي هيعود يوم عشرة من كرواتيا لكن بعد تعديل الموعد عودة النادي الأهلي أن النادي الأهلي هتحرف بالكرواتيا يوم سفعة 11 بالليل يوصل قدر يوم عشرة إن شاء الله ساعة 2 أو 3 بالليل تحديد فبالتالي من خلال هذا الانتجاه تم تحديد موعد المباراة إنه هو يكون إن شاء الله ساعة 4 مساء عشان يخلص في طريق المباراة يتحاجه مباشرة تم تحديد موعد المباراة هو بالفعل يا أمير مجودات كبيرة جدا ومجودات مبنية لكابتن سامير عاجلي نعلم إنه هو بيتابع كل صغيرة وكبيرة في مواصقر الآلي في كرواتيا من سيب حاجة للصدفة اللي لما يكون بالفعل عارف الأول التوقيت والمكان والزمان اللي أهلها يروح في المباراة الودية أو مكان المعسكر وحتى لما سبق البعثة ورتب ليه مكان المعسكر بشكل جيد جدا طيب أحمد حمودي يعني أحمد حمودي إصابة أحمد حمودي ممكن الخبر جالينا أنه ألام في العضلة الضمة لكن هل دكتور خالد محمود طبيب الفريق يعني حدد المدة الزمانية اللي هيغب فيها أحمد حمودي مباراة تونشب خلاص تتكلم في حوالي عشرة أيام يلحق المباراة ولا أصبح خارج حسابات المباراة الأفريقية لا لا أحمد حمودي مش كارجة لحسابات خالص أحمد حمودي يمكن عنده إجهاد حفيف قوي في العضلة الضمة يعني ثلاث أربعة أيام ممكن يشارك عاجز تدريبات مفيش مشكلة يعني على معذكر النادي الأهل في كندريا إن شاء الله هيكون لقص نسبة 100% لخطة تدريبات الدمائية مع النادي الأهلي وده طبقا لحسن الحالة بالنسبة له لكن الإصابة مش مقلقة خالص مش هكذا ده أحمد حمودي عن الصورة وهو أماني دلوقتي في الملعب يعمل بعض التاتيجات التأهلية طبعا مع الدكتور طريق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بجانب أحمد الشيخ وبجانب أيضا باسل علي اللي بيعمله هذه التدريبات بسبب الصباح المختلفة اللي بيتعرضوا لها لكن خلينا أقولك إن طبعا لسه وليد أظهره حتى الآن وليد أظهره حتى تباية الجهاز الثاني ده بسبب إن خلاص اقتراب رحيل اللعب للصين من خلال شعات أعفقت فبالتالي الجهاز الثاني عايز يركز على العديل والمركزين مع عسلة للفترة دي اللي حيقدر يستفيد منهم في مباراة تاونتشيب أحمد الشيخ أماني دلوقتي يعني هو في البداية كده عمل بعض التدريبات التأهلية خفيفة ودخل في التدريبات البدنية مع السريق بشكل كامل أو بشكل جماعي فده يمكن خبر واحدة نتكلم معك بالوقت يا محمد أحمد الشيخ التدريبات الجماعية النهاردة مع النادي الأهلي الواضح إنه خلاص بشكل جدير جدا من الإصابة اللي حقص فيه فيه الربا وجزع فيه الربا للتحديد فأكيد نتمنى لكل شفاء ويكون متواجد مع النادي الأهلي في للمرحلة المجدلة على حسب البنك هذا السامي حتفكر على المنموعة الحكومة في القائمة الأسفلقية أو لا لا ده كل ما يخص الفريق وكل ما يخص العديد النهاردة أهلي كده إن شاء الله كل التوتيق في المرحلة دي عشان إن شاء الله يقدروا يحققوا أهتفهم من المعذكر الثريق قبل المعذكر سكندريا إن شاء الله على الهدف الأهم والأوحف بالنسبة للنادي الأهلي هو تقص فيه عقباتي فريق ساونشيد فيه سبيل ونحف والمنافسة على كل دور الأفضل الأفريقية كالعادة لو في عيش الضرر أنا معك يا محمد شكرا لك يا أمير بجد مجهودات كبيرة جدا أطلعتنا على كل حاجة جوا معسكر فريق النادي الأهلي سواء في المباراة الودية بالأمس واستعداد الجهاز الفني للمرحلة القادمة كل شيء أنا بشكرك جدا يا أمير وموفقين يا رب خلال أيام القادمة وأيضا